موسيقى شاهدوا لكي نكونوا صادقين زعماء اليوم أي شخص يتكلم عن البلعامري بغض النظر على أنه رجاوي وليلعف أي فارق ولكن كيف يبنوا السيد منضابط خدام يقدموا السوراء أعمال فارقه وكل شيء يتكلم عن أن السيدة يستحق المنتخب بل أكثر من ذلك أنه وليد رجريجي في الندو الصحفي السابقة أشار لد اللاعب وقالوا الدراكين بالعامري وكين بنتيكد وجود اللاعبين المتعلقين على المستوى الرواق الأيسر ربا ضرراتي النافعات ما يمكن نقوله في عالم كرة القدم لأنه عندما يتصاب شيء لاعب يكون مزيان لهذا اللاعب غير يتم المنادات عليه ولكن مؤلم أنه توقع إصابة المزراوي لأن المزراوي المباراة الأخيرة مع مانشيستر ونيتدفى تصاب وبذلك كان من المفروض على وليد أنه يجيب لاعب اللاعب يلعب مكان المزراوي بالنسبة لي هذا هو المنطق والمعيار للقي نقوله على وليد يجب أن يتعامل به بغض النظر والله يقولك هذا قال حسنا الحقوي لست عيط بالعامري لأنا عيط البيل العامري ولا عيط على بنتيك لا عيط على أي ظاهير يناقش لأي صارفة اليوم لأنه اليوم كان تكلمه الجاهزية وليد فعالما كانت ناقشه وليد وكانتكلمه معه لأنه علمنا خطأينا بالأمر بالمصفة لأنه هذا هو المنطق والصح والجاهز ونحن اليوم ونحن نرى العكس مثلا ما يقول لكم الدعاية للنصائر لأنه لنعطيه النوع لديه الدفعة معناوية المنتخب عمره ما كانت تعطاف فيه الدفعة المعناوية المنتخب يأتي له الذي يجهز وهذا الذي يكون مثلا شارد ولم يكون شواجد رغم لكي يشوف أي تل واحدة أخر بلاسه يمشي تقاتل لكي يأتي ويأخذ القميس ديره هذا هو المنتخب فبذلك أنه نظن أنه برافو الواليد لأنه يمكن أن نبقى أن ننتاقده فقط كي يدير شيئا إيجابية كي نقول لي برافو كي تكون شيئا سلبية كي نتاقده ونقض بناء كي نقول لك أنه وليد فاشل كي شو واحد يقول وليد فاشل ولا مدرب ما يصلح للمنتخب ولا دون المستوى لا كي نقوله الاختيارات تناقش من وجهة النظر دينا والتتبع دينا لكورة القدم لأن كل واحد يعرف شوية في كورة القدم وعلى الأقل تلا ما يعرفش يعرف اللي واجد واللي جاهز والحكم في الأخير كي يبقى للمدرب ولكن قدروا نقوله بأنه الآن شكرا وليد أنه هو دار المنطق اللي يخصو الدار حانت بحل كون عيض مثلا للعب ديال الزمالك كان غاي عادي غايكون أمر مقبول لوابنتيك سوى بالعمري سوى بنتيك لأن دوم الآن ومن المتعلقين أو حتى أدم ماسيناء رأى أدم ماسيناء قدموا باراة كبيرة في الجولة الماضية على العموم كانت منه وتوفيق المنتخب الوطن المغربي إن شاء الله واللي يواجد مرحبا به لأن الغاية والهدف وأننا نفوز إن شاء الله باللقب الإفراق اللي هيكون في بلادنا